النهاردة طبعاً على طول طبعاً استعداد لماطش بنفتح من ألف الدوري والأهلي النهاردة يمكن كان عنده تدريب بدون راحة طبعاً بعد ما ماطش مبارح مع التراجي استعدادهم طبعاً عندنا الماطش اللي جاي الجولة 27 في الدوري مباراة برضو مباراة تقيلة كل مطشط الأهلي في الفترة اللي جاي مطشط تقيلة دوري كاس يعني ما فيش مطش نقدر نقول عليه وهيبقى خدوا بالحضراتكم احنا من الاسبوع الجاي يعني ازبط الكلندر بتاعتك ازبط أجنداتك من الاسبوع الجاي كله اسبوع مطشين على طول كده يعني يبتديها خميس وحد خميس وحد خميس وحد لغاية لما نوصل ان شاء الله ل 17 معد نهائي دوري الأبطال فبقول لحضراتكم الفترة اللي جاية صعبة وفيها ضغط مباريات وفيها أنا مودرك تماماً ان كل العيبة هتبقى مركزة قوي وبتستعد قوي وبتحافظ على نفسها قوي عشان نهائي دوري الأبطال لكن الأهم من كده مطشاط الدوري لأنه انت بتلعب مع ناس دلوقتي سواء بتنفس قدام يعني بتنفس فوق وبالتالي منافس محتمل أو فيه يعني حساسية في المطشاط أو بتنفس تحت واللي بينافس تحت برضه يعني لا يقلش راسع عن اللي بينافس فوق الناس اللي عايز خش المربع الدهبي زي بالزبط الناس اللي عايز تهرب من الهبوط فبالتالي مطشاط الأهلي سواء البيرامدز اللي جاي أو سموحة اللي بعده ومطشاط صعبة جداً وبعد كده المقاولين ووقعي لآخر وصولها إن شاء الله للمقصة وبعد كده نلعب فيه نهائي دوري الأبطال فالحزبة محتاجة ترتيب ومحتاجة هدوء بكرة هيبقى فيه راحة مستر موسيماني بكرة فيه نهار ده ابتدى الراجل حياه وحياهم وهناهم وشكرهم على التأهل وقال لهم وكلمهم شوية عن كازر تشيفس بحجم طبعاً إنه مستر موسيماني ودي واحدة برضو من أهم مميزات الراجل الراجل آري أفريقيا بايس أفريقيا يعني هو بش بس مدير فني جيد من ناحية التاكتكس ومن ناحية قرية الفريق المنافس لكن هو كمان لما بيروح يلعب الفرق دي لعبها وراح زارها ولعب معها مطشو اتنين وتلاتة وتقريباً عارف أغلب العناصر وعارف مواطن القوة ومواطن الضعف وده واحد من يعني النقاط القوة فيه اختيار الأهلي اللي مستر موسيماني فيه التوقيت اللي جاء كلم مع الفرق عن كازر تشيفس وقال إنه فريق يعني حد تعبيره يعني غريب كان يمكن الحقيقة مشواره في ده دور المجموعات ما كانش يعني أحسن حاجة ممكنة مع صعد بالمواجهات المباشرة مع حرية كوناكري وبعد كده يمكن لو حضراتكم تتذكروا المباراة الشهيرة اللي جامعته بسيمبا التنزاني كان متصدر مجموعاتنا كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج يعني كسب الأول في مباراة الزهاب أربعة رجع على ملعب سيمبا كان هشيل أربعة كان تلاتة ولو المطش كان فيه يعني نفح أو نفحتين كمان أربع خمس دقائق كان سيمبا ممكن يخلص المباراة على أقل يتعاد فلكن الحقيقة كمان زي ما قلتلكه بما أنه فريق عنده القدرة والمرونة أنه يوصل ويتعامل مع المطشاط الصعبة دي ومع فرق بتلعب كرة محترمة جدا زي سيمبا وزي الوداد ويوصل مباراة نهائية فلابد أنك أنت تعمله ألف اعتبار النهاردة تقسيمة خفيفة للعيبة اللي شاركت في مطش مبارح لكن المشاركش كان فيه يعني تمرينة قوية جدا كهرباء بس يمكن أدى بعض التدريبات كده ويعني تمرين منفرد وبعد كده بعد ما خلص تمرينته مشي لأنه أعتقد مرتبط بامتحانات أو حاجة كده خليني أقول لحضراتكم طبعا من هنا لغاية وأنا بشكر كابتن سيد عبد الحفيزي على القرار ده قرار في منتهى الأهمية طبعا الجمهور بيحتفل كل مرحلة بنحتفل بس أنا بشوف أنه لسه نفرح أهل لكن لسه فكرة الاحتفال بدل شوي يعني نحتفل إن شاء الله لما نوصل للهدف التاني بالنسبة للأهلي يعني إحنا ما نعرفش عن إيه وصيف يعني الوصافة بالنسبة لنا ما تفرقش معنا وصافة من تالت من رابع كله زي بعض إحنا بالنسبة لنا الهدف هو المركز الأول هو تحقيق البطولة وعشان كده كابتن سيد حط بابل كده على القعبة منع تماما الظهور فيه كل وسائل الإعلام لغاية إن شاء الله لما نحقق هدفنا ونوصل للتتويج بالبطولة العشرة ونحقق بطولة دوري الأبطال